اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان اهل خليفة رئيس الوزراء حرص الحكومة على تشجيع ودعم الاستثمار وتنويع مصادر الدخل بما يسهم في استمرار دوران عجلة البناء والتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصاد الوطني ودفعه الى مستويات اكثر تقدما من النمو المستدام واشار سموه الى مواصلة الحكومة لجهودها في اقامة المزيد من المشروعات الخدمية التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة وتسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين منوها سموه الى ما تحظى به انجازات المملكة في هذا المجال من اشادة دولية متميزة جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصد اقضبية صباح اليوم عددا من افراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة حيث تطرق سموه معهم الى عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي والعالمي وخلال اللقاء عبر سموه عن اعتزازه بقيم التواصل والمحبة التي تجمع ابناء شعب البحرين والتي تعزز من تماسك ووحدة المجتمع وتدفعه الى التطلع بكل تفاؤل نحو المستقبل من خلال العمل والاجتهاد في خدمة الوطن وتعزيز مكانته اقليميا وعالميا وشدد سموه على ان التحديات العالمية الراهنة يجب ان تعزز من القناعات بضرورة واهمية التعاون والعمل المشترك لمواجهتها بما يدعم سيرة التطور والتنمية ويحفظ للدول والشعوب منجزاتها الحضارية